السلام عليكم في هذا الفيديو كنا حكينا عن تطبيق اسمه تطبيق تاسك رابت تطبيق تاسك رابت او ارنب المهمات بمكنك من اداء المهمات لبعض الناس اللي محتاجين جهودك طبعا تطبيق متوفر للاندرويد والايفون بس اذا يعني اذا قاعد تشتغل بشكل كبير بمعنى انه انت قاعد انه هدفك تحصل مصاري بشكل كبير من التطبيق فلازم تعمل لها كيفيربي حتى تعرف شلون تعمل كيفيربي في هذا الفيديو حكيت عنه شلون تعمل كيفيربي المهم حاليا خلينا في تطبيق تاسك رابت التطبيق تاسك رابت اذا رحت على هذا اللينك فالمفروض يوديكم مباشرة على التطبيق طبعا انا بنصحك انه تطبق هذا الكود لانهم مقادلوني اذا حدا انضم عن طريقك راح نعطيك خمسين يورو فانت جرب مشان انت بالمستقبل بس تدعي هذا يعطوك خمسين يورو القصد انه انت حاليا ما بجيكيش اشي اذا دعيتك اني وقديت اول مهمة وانما انا اللي بجينا خمسين يورو ماشي؟ طيب خلينا نسع نروح نورجيكم بالتطبيق بشكل مفصل انه صراحة المرة الماضية حشيت عنه بشكل عام انه شو هي المهمات اللي فيك تأديها وقديش بتحصل مصاري بس حاليا يعني ما فتش على التطبيق حاليا خلينا نفوت على التطبيق مباشرة هاي التطبيق حاليا قاعد افتح من طريق التليفون لانه ما فيناش نفتعه على الكمبيوتر طيب طيب ها تطبيق طبعا تطبيق لازم توثق فيه كل شي يعني بدك توثق لهوية ولازم تبعث لهم فورد سويغنس او يعني انه براءة ذمة او اه لا حكم عليه القصد انه بدهم يعني يفزلك كثير حتى يتفعل حسابك بس حاليا نفرض انه حسابك مفعل وقاعدين منشوف الحساب لأول مرة او تليفون لأول مرة او التطبيق لأول مرة طيب حاليا فتحناه ماشي؟ طيب فكونا منك هسا هذا التطبيق حاليا بشكله الجديد طبعا كان شكله غير هيك اول شي بس حاليا اضاي في لك هون بعض الادوات واضاي في لك هاي الشغلات بس تفتح التطبيق المفروض يطلع لك بهذا الشكل عندك هون كاينة نوعين اخر اشتن ببعنا ليس هناك رسائل جديدة وعندك هون الستارت يعني احنا حاليا في صفحة البداية ماشي؟ هون مفيش رسائل الثاني هون يبقى لك تاسك فور دينغلايش انتاك يعني مهمات لهذا اليوم ببعنا انه فيك تفعل مهمات حتى تسويها في هذا اليوم مباشرة مشان اذا اجتك دعوة تروح تأخذ الدعوة مباشرة طيب بقولك فور هويت كاينة تاسك فير اي مبارت بمعنى مشان اليوم لا يوجد اي مهمات طيب بس مشان تكونوا بالصورة اني صراحة يعني فعلت التطبيق واشتغلت عليه مرتين بس يعني بس اني قد خلني اختبر التطبيق بس يعني كان جيد صراحة بس ما استمريتش فيه المهم حاليا خليني نتقل على التاسك بس يعني قاعد بحشيح لنه مجددا مشان شو مشان الدعوة تبعهم هاي التاسك التاسك مثل ما قلت لكم هي المهمات اللي المفروض اتأدوها هون بقولك اكتويل يعني المهم الحالية بقولك ما فيش مهمات فير قانقن المهمات الماضية طبعا نظر المهمتين اللي سويتين صراحة ان هون بقولك دين ستتسوم بفيغن شفيرست موبيل يعني صراحة اني لقيتها اسهل شغلة او مش اسهل شغلة يعني اكثر شغلة ممكن يكون لها امكانية انك تلاقيها مهمات انه الشغلات لي ما حداش برغب لها يعني وتحريك تحريك اثاف ثقيل فهو انا دغري بسبعة عشر اثناعش مثلا اخدت عشرين يورو سبعة اثناعش مثلا اخدني سبعة واربعين يورو طبعا سبعة وارعين يورو هاي بالاضافة الى البقشيش يعني كان زلما ما معطيني بقشيش البقشيش بعضو قياه اضافيك بدون ما يخصموا منهم هما بخصموا شوي عليك طيب هاي التاسك هون فيك تعملها زورتين الناق او شي بس ما بهمناش خلينا نروح السعع على البلانر او القايمة الثالثة البلانر هون هي المهمات هاي بقول لي انه اربط التطبيق مع التقويم الشخصي بقوله الاسكلار هون المهمات على سبيل المثال احنا اليوم مثلا في ثمانية الشهر بدك تضيف هاي بقولك سايت فنستر هنسفوغن يعني انه اضافة نافذة زمنية انه خلال هذا الوقت انت راح تكون متاح على سبيل المثال احنا الساعة ثمانية الساعة او الساعة ثمانية عفوا اه تقريبا الساعة تسعى ونصف يعني حاليا بدنقوله من الساعة تسعى ونصف مثلا لاخر انهار مثلا الساعة ستة ماشي طبعا حاليا احنا قاعدين بنحكي اليوم فالمفروض اذا روحت على هاي غلايشتاق اكتفيرت انه مفعل المهمات لنفس اليوم اذا رحنا لهون مرة ثانية على البلانر عفوا اه طيب المفروض اني فيني افعلها لنفس اليوم بس ما اعطنيش افعلها لنفس اليوم صراح اه هون كمان اذا يعني اذا ما اعجبكيش الامكانية انه ما فيكيش تشتغل اليوم فتعطيه فيرفوق باركايت اللوشن بمعنى انك بدك تمحي امكانية الوصول اليك بحيث اذا حدا بحث عنك وبدو مهمة ما يلاقي كيش حاليا روحنا بس اذا بدنا نضيفها مجددا طبعا كتبلش من الوقت اللي انت موجود فيه حاليا ساعة تسعى ونصف فبنا نقوله لاخر اليوم مثلا ما اشيي طيب راح اخلي هيك بس اه لي التجربة اني ما بديش اشتغل اليوم بس مشان التجربة طيب يعني حاليا انظفت مثلا من بكرة من الساعة مثلا مورغن هاي من الساعة كذا الى الساعة كذا طيب اه هاي شو الكلندر هون عندك الخريطة الخريطة بتحدد المكانات اللي بدك انت تشتغل فيها هما اول جي كانوا حاطي لك شو خريطة بشكل موسع صراحة اني اذا حطيتوا اه خليتوا بحطولك الخريطة يعني بحطولك مساحة كبيرة بحطولك تقريبا محدود الخمسين ستين كيلو انت مالكيش مصلح طبعا تسافر خمسين ستين كيلو مشان اه تعمل شغلة يعني توقض عليها ثلاثين يورو او عشرين يورو او اخر شي فالاحسن انك تحدد المسافة الزمنية او المسافة بتبعت الجي بي اس ترسمها رسم اني هاي رسمها رسم بحيث انه ما تجاوز اكثر من خمسة واربعين دقيقة انه اكثر من خمسة واربعين دقيقة صراحة ما بتوفيش معك يعني حتى لو بدني معطوك ثلاثين يورو مش رح توفي معك تبك تروح ساعة ونصف بدك تحط بنزين ووقت يعني القصد انه احسن لك تكون بحدود من عشرين لثلاثين كيلو المسافة البعيدة انك ابعد من هيش ما رسم حكيش تحطها طيب هاي الكارتة صراحة حاليا صراحة بحس التعامل على الموبايل اسهل متعاول هون لاني قاعد حاليا فاتح الموبايل عن طريق الكمبيوتر يعني في مثلا انه امكانية الوصول في نفس اليوم معطانيش اني افعلها هون مانيش عارف صراحة المفروض اني الاقيها بالموبايل بس هون مش طالع معي طيب حاليا فيني عم سحة طبعا الخريطة بس امجيش امسحها سعينا مسحة بدرج عبلش فيها مرة ثانية فاخليها مثل ما هي طيب هاي البلانر او شو او التخطيط في عندك البرفورمانس البرفورمانس او بمعنى الاداء طيب هاي بقولك دقي شيفتس داتن هابن فير اينا لك فالباس طيب مقول انه حسن لك المنظر تبع التطبيق تلعنى طيب ماشي هون بقولك مثلا فير دينسته فور فيبروار يعني المصاري اللي كسبته انت للشهر اثنين بعدين بفيروتن تقييمات طبعا كل ما كانت تقييماتك على كل ما زالت فرصتك بالحصول على عمل هون يعني بس هم الشخصين اللي اشتغلت لهم بس عطوني تقييمين عطوني ربك حمين خمسين جون هاي انا لوزن تحليلات بعدين هون الفيش كايته واند برايزه طبعا الفيش كايته يعني القدرات والاسعار تبع القدرات اللي بيتك عليه اصعب منورجكم اياه بشكل اكبر طيب اذا رحنا على البروفايل هسا هون اكثر شي او اهم شي عندك وشي المعلومات شخصيا فيش داعي نشوفها بعدين هون بقولك تاسكر بروفايل يعني انه البروفايل تبعك كتاسكر هون فيك تضيف بعض الشغلات مثلا فيكتسويقة يعني ادوات فارتسويقة السيارة بتركبها ماين بروفايل اه قجي فسكنتبه طيب اعملاش اصلا نسويه خلينا نرجع لورا طيب هاي عندك هون مثلا التولز يعني عندك ادوات مثلا انت على استعداد استخدامها مع الشغل اللي بيتاح لك فيك مثلا تقولون انه عندي لايتر او تسلم او عندك بعض الشغلات مثلا عندك مدور زيقة اه كنو من شار او عندك مثلا كريشر او عندك شتاوب زيقة اه ماكينة او فيك تقولون ايش هابا كاينة كاينة شبيتسيال فارتسويقة يعني اني ما عنديش ادوات خاصة لالعمل طيش بايشا طيب هاي شو اسمها اه فتناع التولز طيب هون فارتسويقة مثلا هاي الفارتسويقة او بمعنى الادوات اللي بتركبها مشالا تروح على الشغل انا صراحة نقول لهم انه معي اوتو طيب هون مثلا فيك تقول فاراد او رولر او مترات يعني اني مستعد اني انقولوا لهم بعض الشغلات في هاي شغلات بالسيارة او بالدراجة او بالرولر او بالموتور طيب صراحة نبيش حاطة ليش فعلا لازم رفعها اشيان طيب اه فايتر فاكتن او بيش تكا فاكتن هون حقائق بهمة اني صراحة فعلت لهم هون اشهابه الارجي جيجن هاوستيره معنى اني عندي حساسية من الحيوانات عشان انت بتروح لعن الناس المان وعلى الغلب عندهم عن كلاب فعشان اي قلت لهم اني عندي حساسية من الحيوانات طيب ايش شبر ايش امير ايش ابراخن طبعا يتحدث المزيد من اللغات يعني فيك طبعا كميزة اضافية اليك انك تتحدث هاي اللغات مثلا عربي انجليزي طيب خلي نرجع لورا اه عفوا خلي نشوف مرة ثاني بس هاي فاكتن بولك ايش بنيتو دا اين منو فون صفاي شتون ده يعني انا احتاج تقريبا ساعتين اه يعني انتو بدك ساعتين تقريبا حتى توصل على الشغل تبعك او بدك يخبروك قبل بساعتين مشان تعرف حالك عشوه طيب هون ماين بروفايل او البرفايل الشخصي تبعك يعني فيك تكتب عنو اني قاعد باشتغل كتاسكر او كمؤدي مهمات يعني لاني قاعد بدروس وهيك يعني بعض التفاصيل اللي مش مهمة صراحة ما بتوقعش حلو طلعيه اساسا او انقشفت كونتو او انقشفت سوتو بمعنى انو صورك خلال العمل بمعنى انك تصور حالك وانت قاعد تشتغل هيشتغلات على سبيل المثال اذا كنت تشتغل هاي الشغلة مثلا او عفوا هون كميوتر هي الفهم يعني انو انت قاعد تساعد الناس بعدام مهمات بالكميوتر ففيك تصور نفسك بس طبعا لازم تاخذ الاذن من صاحب المكان وبدك اكثر من شغل يعني فما بكيش يها خلالي رجال وراها الساعة هون هاي التاسك بروفايل هون كالندر اه سينكرو اه سينكرو رايزين بمعنى انو مزامنة التقويم الشخصي مع التقويم تبع التاسكر بحيث ما يصيش في عندك تضارب بالاوقات عندك سينكنيتشار هون او توقيع اذا بتحب تحط توقيع وهون اهم شي صراحة يعني انا عملت الفيديو كليات ومشانا يستغلها بقولوا لي انو ابعي احد الاصدقاء واللي بسوي اول مهمة راح نعطي خمسين يورو عليها طبعا المفروض يعني اذا فتت الساعة عن طريق الرابط اللي بحط لكم الرابط اسفل الفيديو بدك تحط الكود هذا صراحة ليش عارفو انك تحط هذا الكود بس المفروض انو اتطبق هذا الكود بس انا احطي كود تايلين بحيث انو يوديك من الرابط بس المهم اذا طلب منك كود فالافضل انك تحط هذا الكود ماشي حتى يجينا خمسين يورو انت بعدين بس تبعي واحد ثاني فبدك تطلب منه انو يطبق الكود تبعك وليس الكود تبعي عشان عشانك تتكسب بس خمسين يورو على الشخص اللي بيأدي اول مهمة يعني لازم الشخص ينزل التطبيق ويفعله ويأدي مهمة اولى حتى تكسب خمسين يورو يعني مش بالسهولة راح تحصل خمسين يورو يعني بده وقت طوي طيب خلاني نرجع لورا هسا هون اشتلي ديش فور بمعنى انو عرف عن نفسك هون في كده او فيك انو تعطي بعض خصومات لا الاصدقاء يعني على سبيل المثال يقول انو اني بادي لك اه مهم اي مهمة كانت اه بخصم عشرة يورو طيب هاي تسالون قناة ودفعها طبعا انت فيك تضيف حساب البنك طبعا الدفع بيكون بس عن طريق حساب البنك هاي جنة دفعتين بس عن طريق البنك بدك تضيف حساب البنك هون بعدين هون عندك بمعنى معلومات الضريبية يعني المعلومات التجارية طبعا المفروض كمان نضيف شو ال اي دي تبع يعني رقم التعريف الضريبي طيب هلف زي اذا احتجت شو مساعدة عمنا شيها كونتو بوزير ببعنى انتو انت بدك توقف الحساب بشكل مؤقت فيك تعملوا توقيف بشكل مؤقت هون كونتو زي شرائت انو تأمين الحساب هون باسفورت يعني كلمة السر واب ملدن تسجيل خروج وابر طيب هاي كانت تطبيق كلاته بس صراحة ان يعني ما حكيناك عن اهم شغلة انك تضيف المهارات اللي فيها الناس توظفك عن طريق هاي يعني بس خلال نروح مرة ثانية هاي اول شي بدك تيجي هون على البيرفورمانس بعدين تروح على الفيش كايتن واندبرايزن هاي هاي المهمات حاطينها صراحة طيب اعطيه فيش كايتنس وفوقن بعدين بفوتوك عن قايمة المهمات او قايمة تصنيف تبعهم اللي بندرج فيه كل قايمة المهمات على سبيل بمثال عندك هايم فيركن يعني مهمات داخل المنزل يعني مثلا بقول لك ريبيراتورن انهاوس طبعا كل شغلة بتختلف سعرها عن الشغلة الثانية يعني هون مثلا بقول لك تصليح في المنزل هما كاتبين مزيد من التفاصيل هون ريبيراتورون فارتونغز اربايتن سوهاوزة اودر بيرو يعني تصليح في المنزل او في العمل اذا ضفته هون طبعا لازم كل اضافة ادك تحكي عنها بشكل يعني موسع زيادة اول مثلا بقول لك توبشا اربايتس يعني انواع العمل التقليدية في هاي الشغلة اللي اخترناها في هاي القائمة بقول لك انه ريجل عن برينجل انك تجرب الرفوف لوش انك تمحي العفن تقوم بمسح الجفاف الموجود فيها الحيطان كأنه القصد انه عندك عدة شغلات هاي فيك تسويها طيب على سبيل مثال قلت له تسوش تمن او انت تسو فارن او انت فارن بقول لك انه ع الساعة بتأخذ 23 يورو طبعا انت فيك تخفف السعر شوي مشان شو مشان يصير عندك منافسة مع الناس اللي بتشتغل من قبل لانه انت على سبيل مثال قاعد تشتغل اول مرة فالناس اللي مش تغلين قبليك وباخذوا سعر نفس السعر يعني هذا راح يكون فرصتهم اكبر اذا كانوا قيمين بخمس انجوم وشغلهم مليه فانت احسن لك يوم تكون تحط مهارة لأول مرة تحطها بسعر ارخص شوي يعني يعني على سبيل مثال بداتها في 20 حطها 22 بس بس ومحطي لك يعني مفولا بعنا هاي نصيها طيب طغعا هذا الشغل مش رح هذا احده شرح يرغب فيه وانه تصليح في المنزل بس في عدة شغلات يعني مثلا ممكن الواحد يفكر فيها على سبيل المثال نرجع مرة مرة ثانية لورا هولس اربايتن بمعنى انك الشغل مع الخشب هيلفة باي الكترو اربايتن يعني مساعدة في العمل الالكتروني هيلفة باي كلم كلم بن اربايتن يعني مساعدة كمان في اعمال التصريف او الاصطرف الصحيح هون مالة اربايتن العمل في الديهان مو انتاجة مو انتاجة بمعنى انك بناء الموبيل او الاساس على سبيل المثال يعني خزانة من ايكيا تقريبا الايكيا هو بتعامل اكثر شي مع عايز السلافة يعني دائما بس تروح على ايكيا بكونك حاطي لك تاسك رابط وحاطي لك الكود تبعه طيب هون على سبيل المثال بقولك مساعدة شخصية يعني صراحة ان هاي الشغلات اللي اضفتها على سبيل المثال يعني توصيل يعني شغلة بسيطة ما بدأش ايش خبرة ولا بدأ اي اشي فاضفتها احطيتها 15 ريوري يمكن يعني حاطت قبل هيك انه طيب القصد النصيحة انك تخفغ سعرك شوي عن الاسعار الموجودة هون اين كافن يعني قلت لهم اني بعمل تسوق لكم اا ديكوريرن هاي تقريب انك تعمل ديكور لا الناس بس بتعمل اكتيفيرن اذا عملت اكتيفيرن لازم تحكي تفاصيل ولازم تحط السعر طبعا السعر مثل ما قلت لكم بختلف من شغلة لشغلة بس يعني شفت الشغلة مثلا اول شغلة اللي كان تصليح بي المزنك 23 يورو 23 يورو مليح ليفروم توصيل مثلا 15 يورو 15 يورو كمان مليح يعني تاخذ بالساعة 15 يورو مباركة عالتوصيل اا طيب هاي بعض الشغلات اللي فيك تضيفة كمان هم فيك مثلا راينيقين او بمعنى تنظيف او كمان شو تنظيف ارضيات طيب هون بعض الشغلات الاضافية زونستيقة شغلات اضافية على اسم المثال انك كمبيوتر هلفة 16 يورو انك تساعد يعني فيه الكمبيوتر مثلا تعمل فرماتها للكمبيوتر او بتنزيق برامجة وهيك ذاتا انقابة معنى انك تدخل بيانات 12 يورو بمعنى انك تختبر احيانا تختبر المنتجات يعني اما صفحة او شي شغل ايه طيب ويد ديزاين اند بيكلم مثلا 24 يورو القصد انه بعض الشغلات بكون سعرها عالي بعض الشغلات بكون سعرها مو خفض فانت بدك تشوف مهاراتك طبعا في بعض الشغلات مبدايش مهارات على سبيل مثال توصيل او مثلا انه حمل اثاث ثقيل بس انا صراحة انت شفت حمل اثاث ثقيل ايه بالتعب كثير ومش محرزة فشرت عشان ايه حط خليتها هي الشغلات يعني خليت كل الشغلات هاي لطالع اسعارها هي شغلات مفعالة هولا حتى بقعنين وطلعي لشغلات اذا بدي افعلها طبعا هون في بعض الشغلات اضافية مثلا في واحد اشتغله مثلا بو خالكم بعانه محاسبة بمعنى انه فن وعمال يدوية انه مساعدة ببع السيارة كوخن طوخ كمان يعني ممكن حتى النساء يستفيدن منه مطبخ او تنظيف او هي انتر هالتون كمان انت بدك تعمل يعني ترفيه لبعض الناس طيب غرافك ديزاين تصميم كمان طيب هون فاشن انه غسيل وكوي بورو في فالت ادارة المكتب او هاو ستيرة او بسن انك تحتني بالحيوانات الاليفة فوتوغرافي صور ريشيرشة طيب عن هون في ايرن اومت ايرن اومت بمعنى انه مجاني او تطوعي فهون مش رح يكون فيه مصاري طيب فنستر بوستن تنظيف النوافذ اه شرائبن انت ديكورات طيب هون اومتسوق هلفة بمعنى مساعدة في الانتقال يعني حمل اشياء ثقيلة يعني انك تفتح او سكر شغلات طيب هاي كانت تقريبا كل المهمات اللي فيك انضيفة طبعا قلتلكم اسعارها بتختلف على اسم المثال هون اومتسوق هلفة 25 بس كانت اول واحدة مثلا انك تصليح بالمنزل 23 طبعا مثلا الحكي هون 23 يورو بالساعة هما باخذوا نسبة قليلة صراحة انكم باخذوا مانيش متأكد بس باخذوا اربع خمسة يورو يعني باخذوا منكم ومش ما اخذوا اسم منها طيب هذا كان اسم التطبيق تاسك رابط بحطوكم رابطوا اسفل الفيديو باتمنى انكم تطبقوا الكود تبعي بس خلني اورجكم لي امره ثاني اه هاي المفروض انه التطبيق او اللينك يوديك مباشرة على الكود بس صراحة اه لازم تنسخ هذا الكود وتلصخوه في مكان الدعوة خلينا نوقف الفيديو ونقاكم بداخل الشراء والسلام عليكم ونطلب البركاته شكرا شكرا